ناحية الزوية والتي عانت طيلة الثلاثي عوام على احتلال داعش لها وتدمير البنى التحتية ومعاناة اهلية في النزوح ها هي اليوم تحررت على ايد القوات الامنية وبلأت باستقبال ابنائها من جديد بعد رحلة نزوح لثلاثي عوام نسبة الدمار التي خلفوا داعش لناحية الزوية تجاوزت التسعون بالماء ناهيك عن ممتلكات المواطنين الاخرى والاراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية في الناحية والان القرية ممسكة بحجدها واهلها وشبابها وشيبها والحاجة الان الى عادة الحياة للقرية عن طريق عادة الخدمات الاساسية نحن نناشد مجلس محافظة صلاح الدين والحكومة المحلية والمركزية وكل المسؤولين بمساعدة اهلهم في قرية الامسحق لاعادة المشاريع الاساسية كما اسلفنا وسترون الان الدمار الذي حل بالامسحق وهتحولت الى ارض سواد عندما تركنا ديارنا كانت عامرة باثاثها بمزارعها لكن تفاجأنا عندما عدنا ووجدنا ما هو عليه من تدمير السيارات تفجير البيوت حرق البيوت وهذا دليل على هنجية الدواعش العنجاس ونحمد الله ونشكره على عودتنا الى هذه الديار مواطنين عدنا شدوا الحكومة المحلية والمركزية ومنظمات المجتمع المدني بزيارة الناحية والاطلاع على الدمار الذي لحق بهم من قبل التنظيم وطالبين بتعويضهم عما فقدوه من منازل وممتلكات قرية مانا طبعا منكوبة اكثر من 90% من البيوت محروقة حرق تام عدنا البنى التحتية اللي هي الكهرباء المعي كلها يعني اسلاك مقطعة لمحاولات تعبانة المولدات الاهلية ما اخذينها البيوت مهدمة اكو قصة من البيوت اللي قناها مفخخة اكو عبوات يعني حالة يرثى لها ممتلكات المواطنين كلها منهوبة فالريد يعني الريد انه هو الريد الدعم والمساندة سواء من حكومة المحافظة والحكومة المركزية في بغداد انتظرنا بعين العطف لانه اللي صار ما بينا فوق كل المناطق الحوالي بنا تحتية ماكو محروقين يعني كلها البيوت هاي كلها جاء شوفها كلها محروقها بآثاثة السيارات ممحروقة الحلال ماكو بيوت مهدمة يعني فوضعيتنا تعبانة ها هي قرية المسحك تعود لأحضان الوطن من جديد بعد دمار لتنظيم داعش لأكثر من ثلاث سنوات ومطالبات من قبل أهالي العائدين للقرية بضرورة تعويضهم من قبل الحكومة العراقية عما فقدوه من قرية المسحك مصطفى الوحادي قناة سامراء الفضائية